بعدين لما حد من أجانب سمعني وأنا بغني إنجليش قال لي We don't care about the accent طلوة تماما على فاكرة ده حقيقي عارفت مين بي يعني care about the accent المصريين والعرب اللي هم مش أصحاب اللغة الأصلية حوارات من القلب مع شخصيات ملهمة حققوا إنجازات فريدة من نوعا في رحلة الحياة لتحقيق الحلم الشخصي في حوارات مع باس برحب بيك المصر مبسوط جدا إن أنت جيتني كنفسي إنك تيجي معي هنا من زمان وأخيرا أشكرك جدا إنك شرفتني النهاردة تسلم والله الشرف لي أنا مبسوطا نهاردة إن أنا معاك في البرنامج ده ومتحمسة جدا بصراحة وأنا متحمس جدا جدا أنا عندي بس حاجة الأول عايزة فهمها أنت كل الميزيشنز الجداد والمهمين والملاحنين والموزعين يعرفوك كويس قوي ويعرفو مزكتك ويعرفو أنت بتعملي إيه بس ليه أنت مش معروفة على المستوى الجماهيري في مصر أنا دي حاجة مش عارفة قادمة ليه هل أنت ما بتعمليش حفلات كفاية هل أنت ما بتعمليش إكسبوجر كافية ما بتجيش مصر بقدر إيه إيه سر إنه أنا أنا بعشق من زكتك وعرفت ناس كي جدا عليها بس معظم الناس ما عرفوش بوجودك في الجمهور وده شايفوش بشع للجمهور وليه جي للعين فليه في رأيك هو موضوع أن أنا مش معروفة يعني للجمهور إلى حد كبير هو أنا في يعني لما ابتديت في سن صغير فتبغني خليجي وإماراتي وعراقي كنت مشهورة في ده جدا وكان عندي جمهور كويس فيه يعني في الفيلد اللي هو بتاع الباب الخليجي والعراقي لكن أنا بعد أيام الكورونا أنا قررت أن أنا سويتش كل ده ومعاملش أي حاجة لها علاقة باللي أنا كنت بعمله زمان بعد سنين كنت بعمل فيها الحاجة اللي فعلاً وصلتني للجمهور فأنا يعني أعتبر زي بتدت من الأول بس بجمهور أديم يعني جمهور أديم ففكرة أن أنا بقى معروفة دلوقتي بالحاجة اللي أنا بعملها هو طبيعي كل حاجة يعني كل حاجة بتحتاج وقت هي مسألة وقت بس وأمش مستعجلة على حاجة يعني لإجابة حلوة جداً أنت بدأت مشوارك وانت عندك خمساشر سنة فبتغني خليجي وأغنية أعطاك تسمعها شو سوي بيا أعطاك تسمع بيا وده هناك بتالي كانت قصرت الدنيا وقتها وقعدت من ده تحولت إلى واحدة من أشهر وأهم مغنيات الفيوجين والتراب والأندر جاون ميوزيك في الوطن العربي أمام لأنك تعايز أعرف بداية حبك للمزيكة يعني علاقة بالمزيكة بدأت فأني سن وإزاي وحصلت إزاي هو أنا كنت صغيرة جداً طبعاً كنت دائماً بسمع مزيكة في البيت بابا كان بيشغل ولا ماما وكنت بحب أسمع اللي هي تترات المسلسلات التركي يا سلام أيها طبعاً أوكي وساعتها كنت بسمع إنجليش كتير بحكم إن كان لسا اليوتيوب جديد فالإنترنت علام الإنترنت سهل حاجات كتير علي يعني كان فيه كمبيوتر كده عندنا في البيت فكنت بسمع جوستن بيبر بقى وأسمع روك وأسمع مش عرفة إيه وأسمع في البيت بقى أسمع شرين ومو شغل شرين وفضل شاكر وناس كتير يعني اللي هم موجودين جديدتي كنت بتسمع أمو كلزوم وعبد الحليم فأنا كبرت بسمع تقريباً كل حاجة لو سمعتي قديم والكلاسيكس وكل الحاجات دي أيوة كبرت بسمع كل حاجة والإنترنت خلاني اطلع على ثقافات مختلفة لقيت نفسي بالذات لما يبقى طفل في سن صغير بيبقى مادة خام إن هو يشرب كل حاجة حوالي ويحفظه فأنا كان عندي وداني تعودت إن أنا أسمع كل حاجة أين كانت هي إيه يعني ميبي بداية كانت هنا وطبعاً بدايت أي حد عادي في المدرسة كتب أغني بدأتش اللغلاء في المدرسة أهيو بتبتديت في المدرسة الإزاعة مسابقات مش عارف أي حاجة بس ما أحضرش الحصص يعني أنا مسابقة مش فرق على تعليم لا أنا كنغلاء بصب لا كنت بحب التعليم طبعاً بس آآ الباشن بتاعك كان أكتر كان أو في المزيكة أو أي حاجة اللي عاقم رسمة مش عارفة إيه أنا مكنش عارفة إن الصوت دي حلو مش عارفة كنت فكرة كل الناس صوتهم حلو لا لا على فكرة عايز أقولك مش كل الناس صوتهم خالص ما أيوة ما في المدرسة بقى كنت باستغرب إنهما كانوا بينادوني لا تعالي إنتي غني في الإزاع فأنا اللي هو ليه أنا فيه ناس كتير في الفاصل انتي مش مدركة بقى خالص إن فيه فراغة والصوت وفيه في الحد برضي هني وحدة لأ كنت لسة صغيرة ما أنا مش فهمها يعني في قولة كان يهي في سنة كام أعلم أبتدائي أنا قوي أم ماما مسلاً كانت عندها على أيام النوكيا القديم كنت شغل غنيها للشرين تسمعنا أنا غنيها تقولي عيدي عيدي الحتة دي غنيها زياها أنا كل ده مش مستوعبة إنه صوتي حلو خالص يا وخدت فترة بقى لحد مقتنع يعني اللي هو دخلت مسابقة واتنين ونجحت فيهم يعني اللي هو تمامي يعني أنت كل ده كنتيش مقتنعاً إنك أصلاً استحقق تغني يعني أنت بس كنت تغني إلا كانتش مدركة إنك عندك موهبة لا مش حور مش معاني موهبة بس فكرة إن أنا أبقى أخد الغنى ككارير ده كان إيه ده أنا أبقى دكتورة ولا مهندسة يعني مغنيتي أكيد لا يعني مش ده مش أنت واحدة من ناس اللي كان حلمها تبقى مغنية من هو هي صغيرة وأصبحت مغنية لا لعبتي المفضلة كانت المايك اللي هو بيتعلق ده اللي لونه بينك بتاع باربي ده كنت بغني كنت دي لعبتي المفضلة بس فكرة إن أنا أبقى زي بيطلعها في التلفزيون دي كانت بالنسبة لي لحد ما أهلي طبعا شجعوني على الحوار ده لما عرفوا بقى أن أنا مامتك بقى وباباكي أدراكوا أنا عارف إنهم ما شجعوك جدا أدراكوا إمتى إن أنت عندك حاجة وقرر إنهم يعملوا لك سابورت ويشجعوك ويزقوك أنا عارف كبير إنهم ساعدوا في إنتاج بعض أغانيك الأوانية عشان يدورك الكمبليت أرتستيك فريدوم إن أنت تعميل اللي أنت عايزاه بدأ ده أدراكوا ده إمتى وسندوكي إزاي دي من الحاجات العظيمة للأهل اللي ممكن يعملوها لأولادهم عاماتا ساعات الأهل بعملوا العكس إنهم يقالين على أولادهم إنهم يخشوا في مجال مش مضمون وإنهم عايزينهم يلقوا وظيفة سابتة ومتأثرين بقى بالطراث العربي كله إننا لازم نتعلم بعد إن ناخد وظيفة بعد إن نتجاوز بعد إن نتمر في الكرير بتاعنا هنهم مشجعوك دي حاجة عظيمة عشيجعوك إزاي هو في الأول هم تقريبا ما كانش فيه اللي هي النولج بتاعت إن أنا صوتي حلو جدا وينفع عنه كرير لحد ما كان فيه مسابقة كده في المدرسة كان اتهالات دينية ساعتها كان الجوجز كانوا ناس I think مش عايزة أنزأ سامي أخو علي الحجار كان هو كان جوج أنا عارف بس أنا أسوأ واحد يفتكي الإسم ده سن صغير كنت لسه صغيرة في أول عدادي ولا فماما مدرسة الموسيقى عندنا بعتت الفيديو لماما وفست أنا ساعتها على في المسابقة دي فماما سمعت هو لا الصوت هينفع بعدين كنت عاملة أكاونت من وراهم كنت عاملة أكاونت من وراهم على برنامج كده زي تيك توك اسمه كيك زمان قديم شوية كيك ده كانوا بينزلوا عليه مقاطع صغيرة 36 سنية ده كل اللي عايشني يغنوا يعني وكده لا فيديوز بقى كل الحاجة آآ 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 بس قبل قبل تيك توك وقبل كل حاجة جديدة يعني فكلام ده مثلا في 2011 فكنت بغطي الشاشة بخليها سودة وأغني عشان مغطيش يشوفك؟ آآ 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 شوف كنت بسميها نفسي هي ساعتها لحد ما مش عارفة مين أفشني نعمتي فساعتها رحت قلت الماما ساعتها تواصل معايا حد آآ هو يالله ما سيب الخير يعني هشام اسمه هشام هشام ده شاب سوري آآ وكان هو بيعز فعود عايز فعود هو ميوزيشن فكان بعيد لي المسج اللي هو انتي صوتك حلو جدا رجاء التواصل معايا عن الرقم ده فانا ساعتها اللي هو ايوة يعني اتكلمك ليه برضو فروحت عند حد من اهلي وخدت منهم الموبايل ولو اتصلت بعدين قال لي انا هطلعك في برناء كلمته بكلمه كده وانا تحت بكلمه كده وانا تحت البطانية خايفة اللي هو ايوة عايز ايه قال لي متشككة بقى انه ممكن انت عرفيش هو اه بجد ولا لأ ايوة فانت عندك تشكك? لا كانش عندي تشكك بس مش فاهمة مش فاهمة يعني ليه? ليه انا? ليه انا بالضبط فساعتها قال لي اه انا عايز اتواصل مع اهلك اه اه ليه برضو ليه عايز اه لا بقى صحيت اصد فالك هاتي اهلك بقى بقى ليش انت تواصل مع اهلك عشان تتلاي في برنامج صباح الخير يا عرب اه ساعتها انا بالنسبالي قلتلو اه اكيد طبعا ماشي مؤكد اه اه رحت قلت الماما بابا عايز اطلع في صباح الخير يا عرب اه طيب ماشي ماشي اه اكيد اكيد طيب ماشي اه 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 هما فاكريني بهزر تقريبا لحد ما فعلا هم مش مصدقين مش معترضين هما مش مصدقين لا مش مصدقين اه مكانش اللي هو ماشي والبرنامج ده كان معروف في وقتها ايوا ده برنامج معروف جدا على قناة من القنوات اللي المشهورة يعني عندنا في الامارات حتى في مصر زي مثلا صباح الخير يا مصر هنا اه اه صباح الخير يا عرب فساعتها اول ما ماما وبابا تكلموا يعني هو تكلم معاهم استوعبوا ان الحوار حقيقي جد اه فطلعت فيه على طول اه رحت ساعتها واااا اول مرة بaque طلع على الشاشة وكتوا مبتوصة جدا قتلك كانت كم سنة يا الموسوتي زاعتها كانت تتلات toes are اين جي طفلة اه كنت تتلات targeting ���تت مقيفة فياة اه اه نقتل قدام كاميرا الف وات maybe و lum安 تكلم لا كان اه هو سألني اسمك ايه فا فرديت عليه اوكي اوكي. يا تنغني اوكي عايز حت تيكلمن عايزاني اوكي عايز حت مجلعن هو ولمشكلة انه كان live وماما اه. ايوه. اهلي المفروض ان ماما كتاعدة مستنياني وجلدتي برضو فتحة. كل ده عليكي برضو. ايوه فانا اللي هو دلوقتي انا اغني ولازم اغني الاغاني وانا من النوع اللي النسيان عندي اول ما بتوتر بيشتغل. فكانوا مسكني الكلمات كده. من ورقة. ايوه من كتر التوتر اللي انا كنت فيه يعني اول مرة اطلع فده. بعدين كل حاجة بعد دبقت. سهلة. وقت مكانها بقى كل حاجة. ايوه اهلي بقى اللي هو تمام شافوا ردت فعل الناس. اه ساعتها ماما وبابا. هما من الاول دي بليفهم يعني من الاول هما مؤمنين بموهبتي وكل حاجة. سكانوا محتاجين يشوفوا حتة لو انتي عايزة ده. مشي لو عايزة ده احنا معاك. عايزين تأكدوا منك ان دي رغبتك. ايوه. مش ان انتي مدفوعة لها او انهم مزقين فيها. لو انتي عايزة ده. احنا معاك مش عايزة ده. عادي. ممكن تدرسي وتكمل دراستك وتشوفي اه حاجة تانية. بس انتي عايزة ده متأكدة. اه عايزة ده. اما ده شيء اه شيء خطير منهم ان هما مهتمين بسعادتك. وعارفين انه اه. وانتي طفلة تنسقي ورا حاجة تسرق حياتك بعد ان تكتشف ان ده مش ان ده اللي انتي عايزاه. كونهم ان هما. ادركوا ده وسألوك وحابوا يتأكدوا ده شيء عظيم. لا هما عن طول. معنا ان هما الناس كانوا يعني متطورين اه زهنيا وعنهم رقيف انهم يفرون حاجة زي. شيء جميل طبعا. ثم اه 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 اول اغنية بقى تعمليها. هم. تطلع والنا تسمعها هي كانت اغنية اللي هي بتاعت اه بتسوي شو? لا دي اول اغنية فيرل. انا اول اغنية عملتها كانت اه لعمر لحظة. اغنية اسمها لعمر لحظة. اه عملتها وكنت اول اول experience ليا قدام المايك كسولو لان انا ابتديت اساسا بعد حوار صباح الخير يا عرف ده. ماما ودتني لكورال. كورال بس كورال بتاع استوديوز. ان احنا بنسجل كورال. كورال اطفال. كنا بنسجل اغاني مثلا لحاجة بقى او مثلا برامج اطفال اعلانات ايان كان. كنت بعمل ده الفترة. ماما كنت عايزة تدربني هي وبابا على اه واقفة المايك. ازاي اتعامل مع المايك? لحد بقى ما خدت التجربة صورو في في التراك اللي هو الامر لحظة ده. وهم ملهمش اي خلفية او علاقة او هستري بل مزيجة. لا ليهم. يعني ماما ماما ودناها موسيقية وبابا يعني شاعر. بس مش بنزل اشعاره يعني بس هو بيحب يكتب وكده. وجدتي برضو بتغني يعني. جدتي ام ماما. الناس برضو اه محتاجة تعرف ان انتي انتي مص اماراتية منطق مصرية. ايه. اه وهي برضو في نفس الوقت بعد شوية اصبحت هي مديرة اعمالك كمان. لا ماما من الاول بصراحة هي ادارة اعمالي. ما ينفعش غيرها يبقى ادارة اعمالي بصراحة. هل بيحصل بينكم اي اه صدام ما بين يعني بكونك اه بنت وامها اه او فنانة والمانجر بتاعها يعني ساعات بتصطدم الحاجات ببعض. اه. ونتهلوها ازاي? ده اربع وشرين ساعة. اربع وشرين ساعة. ولكن انا ببقى عارفة ان اه في اخر الاخر يعني اخر الكلام انا هبقى عارفة ان اي حاجة هتقولها هتبقى في مصلحة. صح. يعني هي مش هتستفيد حاجة. ام. سواء انا اه كسبت فلوس ولا تشهرت هي مش هتستفيد حاجة. بالضبط. بس هي برضو هيبقى ساعات هيبقى هيبقى فيه خلط بين خفها عاليفة ام وبين كمانجر عايزة تزوءك فهي عندها هي نفسها عندها صراعة برضو. اه هي عندها صراعة. انا متأكدة ان الصراع بتاعها. تأديرك للصراع ده هو برضو اللي بيخليك يعني اكتر تسهولة في نحو تلاقوا تتكلموا منها وتوصلوا التفاهم حلو ايه. هو ماما كماما كل خطوة خدتها معي يعني غير كأم كمانجمنت انا ببقى ما كنتش عارفة احنا ليه بنعمل ده في الاول بس مع الوقت اكتشفت ان ماما كل حاجة عملتها من اول ما ابتديت من اول ما هي مسكت المانجمنت من اول ما ابتدينا لحد دلوقتي ماما كل خطوة عملتها معي هي السبب في اللي انا فيه دلوقتي يعني الخطوات اللي يعني لو هي مكادش شجعتني على ان انا اختلف وان انا اطور من نفسي حتى بعد اللي حصلت ما بيني وما بينها كأم وبنتها عادي الخناءات بالزبط لكن كمانجمنت في حاجات ماما يعني كان بيبقى فيه مثلا شوية حاجات ماما كان بتمنعني عنها اه فانا مكتش فاهم انت بتمنعيني عن الحاجات دي ليه ليه اه اه لا انت هتفهمي بعدين فبيعدي وقت مثلا سنة معكي حق ايه كان عندك نظرة وكان ده رؤية طبعا بالزبط بحكم فرق السن والخبرة وبرضو في النهاية اه ماما اه بصراحة من اس الناس اللي انا شفتها اتعملت معا مش والله مش بص عشان ماما لا انا متأكد ان انتي هتبقى يمينة جدا في الحاجة دي اه من اسكى الناس اللي انا شفت اه عدت عليها في حياتي اه سوشيلي واموشيلي كمان اه بحتة التفكير بتاعها لقدام وعندها قابليات ان هي ممكن اه تعرف تحاكي الجيل اللي بعدها واللي بعدها وعند فكرة التقبل دي 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 فطرة وغريزة وملكة ربنا بيختص ناس بهم فمش ضروري نكون هي درسة ومش ضروري كنا فاحنا يعني ماركتينج بس عندها غريزة كويسة وعندها يعني احساس بمدفوع بانك لازم تنجح احساس انه حد عنده هدف برضو بيستفز كل طاقة البناء دا فانا متأكد دي اللي حصل لما امتك عشان كده انتي بتقدرك اوي عليها اه دا فتا حاجة عظيمة ربنا يخليها لك يا حد اسمه اه قريت ان في حد اسمه فايزة سعيد دا دا كان لي دور معك في في بداياتك ايه هو اولا اه ملحن فايزة سعيد هو ملحن اماراتي معروف اه 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 اطبعا انا عشان زي ما قلت لك كنت تفكرة الاطفال امارات فكنت اه اطفال دي شكرة اه اطفال كتفل كنت طفلة كنت طفلة ساعتها عذا جاتي ما زالت طفلة يعني دلت العمر قدامك كلها يعني ما زالت طفلة برضو يعني مش اوي كنت في الكرال ده فانا كنا بنسجل في الاستيديوهات بتاعته لان الاستيديوهات بتاعته كان الروفشن القوي والكرال ده يعتبر كان هو برضو بتاعه بزبط سمع صوتي وانا ماشية في الطرقة ففكرني يعني مشغلة حدا من الموبايل بيقول انتي بتغني قالي انتي اسمك ايه طلو اسمي طلو علماس قالي انتي من فين وطلو خرفك كان بصري كده انا من خرفك كان ازاي ايوة انا كمان عرفت منك انه حسين الجسم كمان من خرفك كان ودي حد هي برضو مقاطعة صغيرة او بلدة مدينة صغيرة جدا وده برضو غريبا يطلع منها فنانين ومعنى في صعوبة طبعا انك مكتب الملاحم في السعيد ومش عارفة ايه ومن هنا بقى حصل التواصل اللي هو انا بنتك صطة حلو جدا سماعته بس انا مش مسألة انه من خرفك كان انتي بنت مين فطلع يعرف برضو عيلتنا وكلهم ساكين في نفس الشارع واعتقد انت بتيجي حسين الجسمي برضو كنت يعرفيك كجار اه بالزبط هو اكتر حاجة كان مع بابا مع بابا اه وهو كان ساكن في نفس المنطقة مع بابا وكانوا رايبين جدا في صغرهم طبعا تربوا وكبروا مع بعض فبالنسبة لي حسين كان نمبر ون ده من عندنا و اهو مازال نمبر ون يعني في رأيه من واحد من اعظم المواليين انجابتهم العرب يعني وتشاهز ظروف بقى انك بعدين رهب في عشرين عشرين في الاكسبود تضح لك فرصة جبارة انك تغني اغنية من انجح الاغاني اللي تعملت وعملت مشاهدات ولايكس خرفية على كل البلاتفورم سواء اوديو او فيديو انتي وحسين وابنت او حاجة ميسا هي لبنانية امريكية او ساعتها طبعا قبل اكسبو قبل اكسبو بكتير كان لسا الامارات فايزة باكسبو فانا فنزلوا لينا في المدرسة رؤية اكسبو لازم نحفظها وبتاع فروحت بوريتها يعني رؤية اكسبو رؤيتنا لحد سنة عشرين عشرين اه في الامارات اه الرؤية اه رؤية البلد ايوه رؤية البلد بعد اكسبو او لحد ما نوصل لأكسبو الاهداف فدي كان المواطنين لازم في المدارس اه طب دا شي عظيم برضو انه يشترك ان الدولة تشارك الولادها ايوه ايوه الاهداف رؤيتهم وعارفينهم راحين فين شي عظيم دا في المدارس لازم رؤيتنا كذا 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 ونوصل كذا كذا واحنا احنا لا نرضى الا بالمركز الاول طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد هو اللي كان اصر ان احنا نقول الرؤية بتاعة اكسبو دي في المدارس فاول ما كسبنا فيها قلت لماما ماما قلتلي ان شاء الله في يوم الايام تغني في اكسبو فانا اللي قلت لا من هنا اكيد اكيد ما بغنيش اساسا انا اغني في اكسبو ازاي ما كنتش لسه يعني دخلت يعني كان صوتي حلوة كل حاجة بس ما ما قلتش حاجة توقت كنتم باقي بانك ممكن تغني بالظلط ازاي وجات ازاي جات عن طريق شركة كده من الشركات المعروفة جدا عالميا ساعتها كانوا شافوا ان انا بغني راب بس كانوا بيدوروا على مغنية اماراتية بتغني انتي غنيتي راب وقتا ما راب الراب العادي لا 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 تراب على طول تراب على طول تراب على طول بس اما كانوا بيدور قد انتقلت خلاص من الخلية و لما قلت انا اتوقف هنا و كنت ناكحة جدا و هتوقف و هغير الجانر بتاعي خالص و هبدأ من الاول و ده طبعا قرار شجاع جدا فهما التقتوكي من من حاجات اللي عامتها كاترها ما هما بيدوروا كانوا ساعتها على بنت اماراتية بتغني انجليش و عربي و ده طبعا هيقلل الشويسس جدا او ربما ما تلاقيش اصلا ما هما هيلاقوا حد بيغني عربي حلو بس انجليش لأ انجليش حلو عربي لأ فالبالانس ده مش موجود غل في حسين الجسمي فاحنا حنلاقي حد بيعمل اتنين بنفس المستوى ازاي و يبدع برضو فانا ما كنتش عافة ان انا ما قالوا ليش ده ايه في الاول وبعتولي المسج كده في الايميل و انا لو اوكي ما يجي لحد ما روحت عملت معهم الميتنج و اكتشفت انه كان لأكسبو بس برضو لاو ما صدقتش يعني لحد يوم بتاع الاغنية انا كنت اول واحدة روح اسجل انا اللي كنت المفوضة اسجل للاول في الحلقة الحقيقة اللي زي دي كل واحد بيغني الواحده بعدين بتتجمع اه بالزبط عشان كل ارتست بيبقى لي معين بالذات لو كان اه ميجا ستار اه فوقته مش في ايده بالزبط كنت اتمنى انا ابقى في استيديو مع فنان حسين الجاسمي اكيد طبعا لكن دايما التقيت اللقى بيبقى مثلا في حفلة لو هلتقي بحسين بيبقى مثلا في حفلة بيبقى بالصدفة مثلا في استيديو بيبقى عندنا في خرفك كان بس مش زي ما انت زي ما انت قلت ان وقته اكيد مش هيبقى في ايده فلما عرفت ان هو معي في الاغنية طبعا اه اكيد مين اه مين اللي كتب الليريكس او الكلمات ومين اللحنة هوش ده بروديوسر مين الانتج العنية دي لو تفتك ريه حد مصري او حد اجنبي لا كان حد اجنبي اللي كاتب الكلمات بالانجلش настоящ طبعا اجنب وأعتقد القرنية دي ما زالت تحية وما زالت موجود لنسبة يعني عندها حقيقة جمهرية رهيبة أنا أحبها جداً وتفكرني زي ما قلت لك برة زي We are the world لما تعاملت زمان وما زالت عايشة برضو الجرأة بقى فإن أنت تتحولي بعد ما نجحتك كمغانية في الأغاني الخليجي قراري توحي العالم الفيوجين والتراب وهتبدأي من الأول وده شيء مش سهل أي حد ياخده بدايته خاصة أنك تلسة بتنجحي إيه اللي دفعك؟ هل هي فكرة أنك عايزة تصوري على الكلاسكيات الموجودة على النوع الغدن الموجود وعايزة يطلع عليك صوت خاص بك؟ إيه اللي دفع؟ وبرضو أنه ممطق ومديرة أعمالك توفقك على ده ده برضو فيها شجاعة كبيرة حصلت زي؟ هو عمتاً في الأول لما قررت أن أنا سويتش كانش في بالي أن أنا سويتش أنا كان في دماغي أن أنا أعمل روك أساساً يعني بعدين جت أغنية مش أغنية كان سايفر كده معمول أونلاين أيام الكورونا حاجة كده اسمها الكورونا سايفر ما هي سايفر موجودة؟ السايفر ده بيبقى يعني والله ما عارفة يعني هنا بغني راب والله ما عارفة أشعفها معناها إيه؟ يا سايفر ده ده إنجين أو ده حاجة بتغني عليها؟ لا أعتقد كانت تشالنج كانت تشالنج فيديوز زي تشالنج مش أغنية كورونا سايفر أوكي بس كان موضوع مضحك أنا نفسي لحد أشعف يعنيه سايفر أوكي أوكي فإيه لأ؟ فدكت بدايتك؟ أيوة كانت بدايتي فأنا دخلت كتبت حاجة كده وسجلت صورت فيديو عليها ونزلته وبعديها كنتش أعرف إن الموضوع هيبقى صعب يعني بالنسبة لي لو إيش كلنا بنغني يعني عادي كلنا بنتبسط أوكي بعدين لما دخلت لما عملت الأغنية بقى مع عملت الأغاني مع ويلي بالذات أغنية مين؟ كانش فيه أي بات كومنت كانش فيه اللي هو حتت تفيميل وإنت ميل ولأ على المطبق ما كانش فيه ده ده بغني أول ما عملت مع تتتي كان مهرجون أول تعاون ليك كان ويلي قبل تتتي مين؟ مين دي كانت في سنة؟ تفتكري سنة كم؟ تعريباً أول أغنية نزلت لي كانت بوزان مع تتتي بس أنا كنت بشتغل معهما لتن في نفس الوقت أوكي ده تفتكري قبلك كيف مثلا بعد إيه؟ لا لا قبلك كيف بكتير كتير؟ يعني من كانت بدايات أنك تغني الاتراب؟ في يعني تقدر تقول في نص عشرين عشرين مثلا وإزاي لا قطي؟ يعني ويلي برضو كان نسبياً في بداية لقطي يعني ودنك جابت إن المزيكة دي حتتماشى مع طموحاتك وهتركب يعني كان شفتي حاجة شفتيها إزاي وهو شافها في نفس الوقت معاكي؟ ولا باللي أنتي قدمتيه هو هي باطئة وأنتو بتعملوها اقتنع بالتعاون ده هي طلح حاجة حلولة جيت إزاي؟ أنا دايماً لما بخش لأي بردوسر مش دلوقتي لأن دلوقتي خلاص الناس باع عندها فكرة أنا ممكن أعملي شيء لكن في الأول كنت بحب أخش تشالنج اللي هو مش عايف هو يسمع مني إيه؟ هو مش عارف في بنو تكلمته فهو هيرد عليها ويشطع وشكلها مشهورة فهيدي لها فرصة أصبحت أيها بالضبط فهو بقى متوقع إن هو يسمع حاجة يعني مش هيطلع منها شغل اللي هو تمام ماشي يا بنتي مش تنفعه يا دي بالضبط فلما سمعت مزيكة وايلي أول مرة وسمعت الريميكس بتاع العبد والشيطان قلت طب ما أنا أعرف أغني قلت طب ما أنا أعرف أغني زي اللي بيغنيين مطرب في الأغنية دي ماشي ماذا سهل فكلمته فأهو أمكتش حطة في دماغي رابس يعني عندك ثقة تجرؤ على أي لون يعني عندك هزير ثقة بنفسك أنت عارف أنت عارفة إمكانياتك عارفة تقدري تعملي ده رأيي من أهم الحاجات إن الفنان يبقى عنده قبل المتلقي وقبل المدير وقبل أي حد إنه هو عنده الإيمان ده بنفسه هو أول مؤمن بنفسه فشي خطير جداً ودل ربما هل لايك أنت يوصلي كل ده لا هو في الأول طبعاً كان عندي لأن أنا قبل ما أخش أتكلم معي من الناس اللي كانت شوية معروفة ولا أنا كنت معجبة في فنهم أنا في بردوسر اسمه وحتى أسأل تقريباً دلوقتي كنت بعمل أغنية مع اسمه وجهة نظر له مش معروف خالص يعني كان هو اللي كلمني ساعتها فرديت عليه فعملت معه أغنية واحدة اسمها وجهة نظر أغنية دي عملناها عملنا لها مئة نسخة عادنا نشتغل عليها من أول عشرين عشرين لحد شهر تسعة عشرين عشرين تسعة شهور دي اللي انت قلت لي ما تكلمنا عادت عملت مئة طريقة بلا نفس الأغنية براكتس بس هو ما كانش عرف انها براكتس كنت كل ما نطلع الأغنية بقولك ايه ما تيجي نغير اللي مش عارف ايه فانقوم مغيرانها كلها بس بنفس الكلمات وليه ما يعني معظمنا لو حتى كاورتست هايه بفترة هيقول يمكن مش دي فرميها واجيب حاجة تانية اسرارك اسرار ده غريب جداً محاولات مئة محاولة مختلفة وده يبين دي عندك سنان وإرادة ورقبة يعني هتبعرف انك يا حاطيفة بالك هتعرف تعمليه ده حاجة هو هو في حتة ان انا اعمل مئة فيرجن من نفس اللغنية انا وكتش حاسباهم كم فيرجن هعمل كتش حاطة في دماغي ان انا هعمل مئة وبعدين بعد كده اروح اعمل فان لا من لسبالي اللي هو احنا الاتنين مسكنا في الحاجة ودخلنا في لوب حتة لا 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 احنا عايزين اللغنية تبقى احلى اتسحلتوا بواحدة اتسحلنا لحد في الاخر علي بقولك انا هعتزل واعتزل فعلاً؟ لا رجعت وانا احنا لا املا الاغنية دي راحت فين يا عمان؟ ما ننزلهاش ليه؟ لان هو اتخلق مني ونزلها هو بس من غيري مش بصوتك انت؟ لا بصوتي نزلها من وراي بس نزلت؟ يعني موجودة؟ نزلها وشلها بعدين قال لانا ااسف انا ما عرفش انا عملت كده ازاي هو ما كانش مستوعب ان احنا كنا بنعيد كتير لمجرد ان احنا عايزين نعيدها هو برضو كان عنده حتة تحدي هو اللي عامل لي اغنية تسمى في الكندي يا سلام احلى الاغنية اللي بحبها ليك على فترة فبعد الاغنية وجدت نظر دي قلت ايه؟ شكلي مفيش كيمستري مبيني ومبين انت سكيب ايوه مصري وعمل حاجات تانية الناس معروفة؟ لا معملش الناس معروفين بس او على حد علمي يعني هو اللي لاكي ولا انت لاكيه هو اللي كلمني كان ساعتها وفضلنا بقى نستكشف مع بعض لحد ما انا قلت هو شكلها مفيش كيمستري مع بعض هو انا روح اشوف بايه حد انا فيه كيمستري ما بني وبينه في الشغل فدورتي على ويلي بقى هو انا كنت ساعتها بقى اكسبلور كان قدامي الاكس بوكس مفتوح في اليوتيوب وبيشغل اي حاجة اللي هو اوتوبلاي فبيشغل اي حد في ريكمنديشن مثلا فانا عد علي بقى ويلي وعد علي توتي وعد عليكي ملطوف طبعا برضو ايوا عدوا علي كل البردوسرز والارتس شفتهم كلهم من اليوتيوب واكتر واحد اكتر اين شفتيهم لايقين عليك او في بوتانشيل فيهم هم ساعتها لا ما كنت شايفهم لايقين والله يعني انا ساعتها كنت شايفة ان انا 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 قليق فاهمني انا قليق انا اللي هروح لهم مش هما اللي يقولي اصلا مش هيعرفوا يجو افهمت مش هيعرفوا يجو الجنرى اللي انا اه لما بتديت اتكلم معا موسمو الاغاني اللي اولي دي نازلة امم عراقي خليجي انا نعمل ايه مش فهم حاجة عندي ميت نسخة لنفس تراك عايز تسمع انا وصلت لايه فساعتها هم بصراحة كانوا يعني متفتحين في حتة الوايا يلا سمعينا خلينا نشوف احنا ممكن نوصل لايه فتجربة المهرجان دي بالنسبالي كانت هي الشالنج اكتر من الاغنية مع وايلي اغنية وايلي كات هنا صح ففكرة ان انا دي اوريدي مكتوبة مين بيجرح مين كات مكتوبة طبعا اللي كاتبها كان شاعر محمد البوغة اه ده شاعر معروف عمل اغنية زلزال اشتغل مع محمود الليسي ونس مصري شاعر معروف في حتة الشعبي شعبي اوكي بس اه وهي انا جددتها بريميك جديد اما حتة الاغنية المهرجان اللي عملتها مع توتي دي بالنسبالي كانت ايه اه بوزان رائعة هو كان متوقع يسمع حاجة تانية عشان مين كان بيعمل تراب شعبي ده مين اللي كتبها هو انا اللي كتبها اه انا واجتت اه هنيجل السحكات الكتابة دي برضو عايزة مصر اغفاني جدا واختير كلماتك كمان بالنسبالي هنروح لك فدم ما جيت اكتب انا كان عندي سواسسنة ان انا هغني مهرجان ولزم اختلف يعني لزم اغني مهرجان ولزم اختلف وانا باين انت باردو فما فيش فينبت اغني لوندا اساسا ومن مشهور بي كانت ساعتها واجز كانت ساعتها واجز ولا سنة كاملة أقول لك آخر عشرين عشرين كان وجزو وكان مرون بابلو مرون موسى كانوا كلهم كانوا عملين لوندا ما كانش فيه بنات بتغنيه فبالنسبالي أعتقد ما فيش هل فيه بنات بتغني دلوقتي آه فيه طبعا بس الساعتها ما كانش فيه حد أخد الريسك دي فلما بعدتها هو قال لي إن أنا أخليها فيتشر مع شخص تاني قلت له لا أسمع كلامي أنا أغنيها الواحدي يعني أصلك تشترك أنت وحدة بتغنيه آه بالزبط هو كان حاطة ما عرفش ان هو كان قايل لي إن فيه حد تاني يبقى معي في الترك بس أنت يغني ونبقى نشوف فأنا قلت لا أنا لازم أعمل حاجة تخليه قول إن أنا لأ المسا هي اللي تغني الترك ده لوحديها مش عايزة مش عايزة فيتشر كنت لسه أول الترك المفوضة أرضة أساسا سؤال خريقي تشركي بقى منطق في حتى في اللي أنت بتعمليه وتفكريه إزاي وفي الجزء الفني وأنت الجزء الفني هي سيبهولك خالص بس هي كالفكرة العامة هي بتشوفها من ضمن الخطة أو رؤيتها لكن الفنية أنت حاجة بتاعتك تماما وهي سايبالك ده تماما هي حتة الفنيات طبعا ماما سايبالي حرية الاختيار عادي بس ساعات هي كمانجمنت بتقترح عليه حاجات اللي هو ده ممكن تودي في السكة دي بس برضو براحتك بس ممكن ساعات تجي تقولي لأ إحنا هنعمل دي برضو هي لأن في النهاية هي السبب في الكارير بتاعي من أول ما ابتدت فساعات آه ماشي يعني مزيكة في النهاية فباخد رأيها في حاجات وساعات بتقولي عملي اللي ستايل اللي هيطلع حلو جدا عليك بتديني هي ساعات بتشاركني طبعا في الأفكار هي وبابا وأنا أم أوبن أنا أسمعهم بس في حتة الحاجات اللي بحب أعملها ماما لأ بتسيب لي اللي هو ماشي أنا أسمعك ولو حلو هقولك ولو وحش برضو هقولك مش اللي هو أقولك حلو هو مش عملتي معها بوزان عملتي معها بوزان وسمعها وإيثينك أن حدي كان في الكومنتس بقى أول ما نزلت أنا كانت دي كانت أول حاجة تراب أو فيوجين دي كير مع حد مصري وتنزل بالتراب أول مرة فساعتها الكومنتس كانت كلها نكتوبة بعد دي أحد بالوقت ولا ليك في الوقتي هي دلوقتي هي وليها معروفة قوي هو توتي كان معروف هو توتي كان معروف ساعتها أكتر مني في الحتة دي فهذا ساعد في الانتشار؟ أيو طبعا ساعد في الانتشار وكمان هو كان هو برضو كان خايف من الرسك دي أصل أول ما لاش اشتغل مع بنت هو كمان كان لسه مشتغلش مع بنات قبل كده وهو في الراب والفانس بتوع راب كلهم شباب خمشير جدا بالضبط فالكومنتس كلها مكتوب كومنتس أش عايز أقراها بس كان فيه كومنتس بيقول هو أنا ليس سمع صوت إليسا فأنا يعني أنا اللي هو شكرا جدا أنا محب إليسا كده كده فأنا هنا قد الدنيا محبها جدا فمش عالفة دي كومبليمنت ولا هو قصده إيه صح فاللي هو تطي برضو ما كانش مهتمة بصراحة في الأغنية بعد ما نزلت وكش مهتمة بالكومنتس لكنها كنت مهتمة طبعا أنا ما كنتش عارفة هو مهتمة قوي بالكومنتس ولا لا ولكن ولا مرة جي كلمني على أي كومنتس سلبي بصراحة لكن أنا كنت مركزة فعمل أشوف إيه الناس بتقول كذا كومنت كانوا مكتوبين هو أنا كنت بركز مع الكومنتس لش نقول الأغنية فعايز أعرف رأيي الناس برضو أنا بغني برضو ليهم فبلاقي حد كاتب لأ الأغنية وحشة جدا وكنت أتمنى ويجزي هو اللي غني على البيت ده بعدين بعد أسبوع تعديل أنا بصراح حبيت الأغنية وبرجع في كلامي فأنا ساعتها قلت يعني حلو الكلام كانش فيه شا تايم كانش فيه أي تعليقات سلبية بحت ولكن كان فيه حتة اللي هو شوية رفض اللي هو لا 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 اللون ده مش بتاع البنات أنت يروح على المطبخ طب أنا نفس أفهم أي مشكلة المطبخ يروح على المطبخ ده شيء بشع مش قدرت أخيله مش شيء هزلي أصلا وعنصري وذكوري وحاجة وحشين هو أنا بالنسبة لي حتة على المطبخ صحيح بالضبط أنا بالنسبة لي لما حد يقول لي عن المطبخ وقلوه أوكي ماشي عايزو سيبه ماشي هروح المطبخ عايز تاكل إيه بوضيب جدء يعني ما بقعفش هطبخ بس ماشي ده هيرديك عايز عيدة ماشي يعني إيه مشكلتك يعني فين الإهانة لما أخش المطبخ أنا مش فاهمة يعني أنت لما برضو دي رؤيتهم من الست إن كل دي أعمال دنيوية يعني هو مش ده النوع اللي هيكتب حاجة زي كده هو شايف دي حاجات دونية فبالتالي هي مخصصها للمطبخ نوع الراجل ده أيوة اللي عمل زي كده بالضبط فده مفهومه دي ثقافته هو بس إنتي عشان بالقدم مع المطبخ كلهم بالضبط أبحبش أقول عنصريها ضد النزاء عشان بحس إن أنا ما بسدقش ما بسدقش اللي أنا بقوله أنا ما بعترفش بالحاجات دي وما بحبش كلمة ذكورية علشان في النهاية احنا في ميل وميل الراجل بيكمل الست وتكمل الراجل فأنا شايفة إن كل ده صراعات ملهاش أي ستيل لازم يا جماعة دي مزيكة اسمعوا وخلاص مش عاجبك أعمل ديس لايك وأحلم يسعليك وخلاص نطعم وأطلب أمش فاهمة بجد ما كنتش فاهمة الحوار ده وكنتش فاهمة إن دي إهانة هما ليه بيكتبولي عن مطبخ لأن هي مقصود بها طبعا لأن في عمري ما قاريت الكلمة دي وهي وهي ما تفكري فيها اللي خاليه اختار عبيل زي ده عشان هو مش شايف إنه بنت أو فيميل أو امرأة هتغني او تغني راب وإنه في الآخر ده مش بتاعت الست فبالتالي عشان عشان ما تبقاش بتاعت الست برجع ست المطبخ شايف هم هي متبطة في دماغه إزاي أساساً ما فيش حاجة اسمها عبس عايوة بقولك العبسة دي بتفكر ما لما بلاقي حد بقابل حد في الحقيقة من تلتي بتاعته كده بقول له عادي يعني في النهاية ده مش باثروم ده مش باثروم حاجة مخصصة للستات حاجة دي مزيكة أي حد ممكن يعمل أي حاجة لهو عايزها إنت بش عايز تسمع سهل جداً ما تسمعش بس مش لازم تروح تحطن في شخص تاني عشان تحس إن انت عندك هي بقول رأيك يعني شكراً جداً انت قلت رأيك بس قدي يندفت دي رأيك مش مهم لو مش هيفدني بحاجة في حاجة اسمها انتقاد بناء أنا هانتقدك بطريقة بناء ممكن انتقد بحد بطريقة سلبية بس في نفس الوقت مجرحش مشاعره بس إن أنا خش اشتمه بأهله خش شهينه لا ده مش انتقاد ده تجاوز ده تجاوز ده بولينج ده تنمر بالضبط وده ما فيش مجتمع في العالم كله ما فيش أي فيلد بتقبل بيه مش بس المزيكة ما فيش أي مكان بيقبل بالشتايم والكومنتس اللي بتبقى زي دي في أي فيلد مش بس المزيكة فمعظم هم للأسف بيبقوا أطفال أو بيبقوا مثلا مراقين فأنا ببعذرهم وفيش أي حد عائل هيبقى بيفكر كده لو لو دورتي فعلا على الفائة العمرية بتاعت الناس دي هتلاقيها ربما زي ما نرقلت برة هي من 12 ل 17 مثلا بزرق من نوع اللي بيكتب لها وبعدين دايما بفاقب يصطفني اللي هيقتطع من وقته وقت عشان يكتب كومنت كومنت سلبية معناها نقولها مش عجبا فمعناها ان وقته تافه بالنسبة لي جدا جدا أنا ممكن أتوقف وأكتب كومنت لو أنا مشجع وأنا أثرت بالأغنية جدا فأنا منفعل فأنا بعمل حاجة بحبها لكن عشان أخش أهين المغالي أو سيب عشان أحس أتحققت أنا أوي كده يعني فهو في الآخر النوع الناس دي سيكولوجي معروفة في الميديا النوع اللي بيخش يكتب شتايم اللي بيتلزز بأنه يحط الشتايمة بشكل المتخين هتغيز البرفورمر أو الفنان هو بيعتقد كده أنه هو بينتصر على الفنان فهو أنك تبي شخصية عامة وفنانة عامة أنك هيجيلك ده وهي ده تتحدي بالزبط وتعلم بعد شوية أنه لازم أنتعلم أنه ننتخن جلدنا ونعرف إيه اللي أثر فينا وإيه اللي ما أثر أنا على فكرة الكومنتس دي لما بخش يعني من كام يوم دخلت قريت أنه في واحد بيكاتب لي لو أنت فنانة صوتك وحش جدا والفنان ما ما دقليش يعني عشان بتدحكني أنا باتحك بالعكس ما عديتش مشكلة بالنسبة لي لا ما عديش مشكلة باتحك اللي هو فتت فيها بقى بقيتش فيها كحاجة كحاجة بقيت أضحك اللي هو شكرا على رأسي وفي ناس مبدعين يعني في الأزية مبدعين آه بالزبط بو الله الحاجات دي بقيت تدحكني ومن بقتش يعني في فترة من فترات في بداية كانت ممكن تأثر فيها بس دلوقتي أي حد بيكتب بأي كومنت أي كان نوعه بالذات لو كان سلبي بحيث أنهما لازم يعني يعملوا كده فقرة stand up comedy وفعلا يعني يجوا يقولون كده فوالله هتحك حرصك على أن أنت تعملي مزج بين العربي بين الإنجليزي والإنجليزي داخل على هب هوب أو هب هوب أو كده آه أنا عندي أحساسك أن أنت عندك عين مستقبلية جدا جدا على أن أنت تطلعي برا الإطار المحلي والعربي والوطني إلى العالم أوسع ده ده أحساسي أنه جزء من حرصك على الميكس ده هو خطوات آه بيبي ستابس مش برا الجهور بتاعك ومش بس هو بيبي ستابس بتقول أنت مين وفي نفسه بيقربك من ربما حلم كبير حتى لاندي مش هعرف هو فين النهار ده بس نجي متأكد أنه جاي أنا غلط في ده ولا صح لا هو هو صح من النحل غلط على فكرة لا على فكرة هو فعلا صح بس أنا مش بحسبها كده على قد ما بحسب أنا يعني دي حياتي وانا اللي هكمل فيها لو هكمل هعمل مزيكة هعمل حاجة تايم لس الله لو هكمل طول عمري أنا اللي حط دماغي كده على المخد ده وانا اللي هنام فلازم فأخر اليوم مرتاحة بالأنا عملته مش عشان بس الناس الناس طبعا جزء وعامل كبير فإن أنا بكمل اللي أنا بعمله بس اللي أنا بعمله ده صورتي هي اللي هتعيش فأنا لو هكمل أعمل ده أعمل حاجة من جوا أنا مبسوطة في فلد كل حاجة تمام فهو ده ممكن خلاني أروح في حتة الأكسبرمينتل عشان أدور على الصوت بتاعي وسط الحاجات الجديدة عنديش خوف أن أنا أجرب أي كان الجونرى النوع اللحن كان في لما عرفت أن في possibility أن أنا اخترع سكيل جديد في المزيكة رحت أكلمت رحت أكلمت حد كده بدرس ميزيك ثيري أول ما كلمته قال لي طب أنا نفسي أنت ليه حابة تعلمي لو أنت مش جاية تتعلمي على أساس أن أن تتعزفي إنسترومنت طول عايز اخترع سكيل جديد هل في possibility قال لي آه في أن تتعلمي عشان تكسري لا اخترع سكيل جديد في المزيكة سكيل جديد اللي هو سلم موسيقي جديد أو مقام جديد زي ما بيقولوا لأن المقامات موجودة من زمان والمزيكة قال لي المزيكة بحر ولسه بنكتشفها ونفضل نكتشفها فأنت لو حط في دماغ قال لي أنا أقول مرة حدي يكلمني ويقول لأنا عايز أخترع سكيل جديد في المزيكة بش فاهم بس أحب أقولك إن في أوبشن لدى عادي فأخدت معا ميزيك كثيري على الأساس ده وفرقت وسعت ودركك وعلمك بالمزيكة فأتحت لك أدوات إن كنت بخش أسمع الناس في الهند التكنيكس بتاعتهم عاملة إزاي بحب أسمع الروك والبلوز وإزاي بيستخدموا صوتهم فيه بحب أسمع أغاني اللي هي بتبقى الجاز القديمة اللي هي بتاعت بيبي كينج والناس دي فرانك سيناترا برضو كنت بحب أسمع الحاجات الفن اللي هو اللاتيني بشكل عام حاجات العربي جدا فقلت أنا عندي مكتبة أصل كل واحد بيكون شخصيته بالذات كأرتست على حسب المكتبة بتاعته أنا بحب مين بسمع مين أنا مثلا بحب كيرتكو مين تمام كيرتكوبين في نيرفانا هو فناني المفضل فناني المفضل تكوينه دا إيه تكوين كيرتكوبين إيه كان بيسمع مين عشان هو إيه بقى كيرتكوبين اللي أنا بحبه أخش شوف هو مين فنانه المفضل بيحب بيحب جون جون لينن جون لينن بقى بيحب مين واخش بقى في اللوب دي لحد ما وصل أعرف إيه التكوين بتاع الفنان اللي أنا بعشقه دا كنت بحب ببوست ملون تمام كنت عايز عارف هو بوست ملون أنا ليه حصة ليه حصة كده فيلنغ غريب لما بسمها بوست ملون حصة أنه بيحب حدا أنا بيحبه بعدين بعدها فترة اكتشفت أنه عمل لنيرفانا الكرت كوبين لأغني قدين قلت طبعا معروف بيحب مين كد كادي كد كادي بيحب مين نيرفانا يا لوب يا لوب بتتمحور يعني ما حدش بيفكر بطريقة حسن نيرف الخير اللي بيتيجي مع الناس صدفة أو بيتيجي مع الناس كده لكن الموسيشنز اللي بطلعوا حاجات حلوة ومختلفة هم بيختهدوا جدا جدا وبيدوروا في الماضي بيدوروا في الليجنز وبيدوروا بيحاولوا يفهموا ما وراء المزيكة دي بالزبط اللي خلق المزيكة دي بالزبط مش أقلد اللعبة المزيكة لا مش أقلد طب ده 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 وترافش قات من أهم الناس اللي أثرت في تحويل الراب إلى تراف في مصر هو أول من غير جنر هو واحد منهم هو كله عايز يبقى ترافش قات ده ده لو شونت سمعت ترافش قات هتلاقيه شبه كتير قوي وشبه 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 وده مش عيب بس كل بس أقصد أنه هو زي مورق 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 من بر أيضا يعني فهو طبعا هو مؤثر جدا وبيونير لهم خرجوا كمان أول ما خرجوا من فكرة الراب حتى برا اللي هو رايز أو العرض بتاع المشاهدين بتاعتهم المستمعين بقى جلوب لوقت خلاص تلع من فكرة ثقافة البلاك وثقافة الرص والكتب أنت كمالة عندك قاس أن عندك ميشن كده أنك تكسري حواجز الثقافية والجندرية نفسها راح من أنت جاي برضو من جاي من ثقافة محافظة كخليج الإمارات إمارات هي دولة محافظة وليها ترديشن وليها تقليد تقليد فده ده ده بيصعب جدا عليك المشوار فده أنت كنت عارف مدركة ده بس قررتي لأنه لأنه حتى حتى اختيارك ألمس في الأغاني أولا أنت كمؤلفة أنت شوفك مؤلفة عظيمة وليها حاجة ربطة في كل الأغاني كمع أنت هي أغاني مع المرأة وفيها تمرد وفيها خروج على التقارير خروج على المألوف وكسر الفكرة أن الست تفضل تحت وصاية العائلة وصاية ده كائن كائن وقبل يكبر وقبل يتطور وقبل يبقى لي صوت وده جباين في كل أغاني ففي أنت عندك سواء أغاني أو لا أنت عندك ثقافة مدفوعة وراء الأغاني كلها شأتي أما بيتي في صوت في صوت نسائي متمرد عايز يزوء البار ويزوء السقف ويزوء الحواجز ويفسح الطريق ومش بس لك لأي معنية تانية جاية لها صوت إن شاء الله مخالف وده أعتقد ربما من أهم الحاجات اللي أي فنان يقدر يصبح كليجسي لي وكارث لي بعد مئات السنين إن يكون ليه دور في المجتمع مش بس إن هو راح بأغني أو راح بفنه في حتة إن هو قدر يوسع وقدر يزوء البر وقدر يكبر الحتة اللي هو فيها ويعدي الحدود معاناة فدي دي حاجة أنت مدرك مدرك مدركاها ولا هيا إيه معك كده وقعدك زي إيه الحي لا هو مش بتيجي طبعا معايا كده مش مدتي كده لا مش بتيجي كده هو أنا بالنسبالي طبعا حتة بتاعة الكالتشر دي وإن أنا فيميل وعايزة أعمل حاجة وغير المفاهيم مش هعرف أغير العالم طبعا ولا أعرف غير المفاهيم دي بسهولة لكن هعرف أتكلم عن تجربتي أنا وهعرف أتكلم عن الحاجات اللي أنا مرت بها أين كانت هي وطبعا ممكن تحسبها يعني كفيميل بس أنا بتكلم عن تجربتي دايما كإنسان في حتة إن أنا عايزة صوتي يوصل كفيميل كان نفسي ومونعيني ما يبقاش ده اللي الناس تشوفوا كان نفسي أبقى أوصل لمجرد إن أنا بغني وخلاص لكن أنا محطوطة في حتة طب خلونا أعمل فإنه خلاص فبحس دايما حتى ساعات مش بيبقى بس من المال بيبقى من وهو على فكرة بيبقى من أكتر من المال طبعا لأنهم هم برضو حاجة اسمها تبجين هم ثقاف ثقافة معينة خليت دي دا حدود هم وده اللي هم سقف اللي بيشوفوه بعدين الست أو الفيميل أو الإنس اللي هم معندهم مش مساحة أن هم يتطوروا أو يخرجوا أو يصوروا برا المألوف صور دي مش معناها أنه يصور على جنسه أو يصور جد الراجل يصور على القيود المجتمعية اللي هي دعوة بأن الست أقل من الراجل أو أقل فكرة أو أقل قدرة أو أقل حقوق اللي مش قادرين دول بيجي لهم رعب وعدائية شديدة جدا ضد لحيث اللي قادر تعمل ده صح لأن هي بتهزرهم حياتهم وتحسسهم بأن أو بترجعهم لفكرة أنهم لا نحن مسجونين يعني ساعات الناس بتجي الطريقة التي تتعايش مع صرفها مهما كانت وتوجد نوع من السعادة هي كان هي لأن ده طبيعة فأنت بتصحيهم يعني في حاجة بتصحيهم بتقلقهم فأتيقوم وقلق طبعا فألا هي برضو هي كده وبردو مش كده يعني في حتة أن أنا أتحط في قيود دي وأنا أنا أساس انتراك اسمه قيود اللي هو أنا مش هطلع أتكلم قدام الناس مش محتاجة أثبت نفسي قدام أحد غير بمزكتي يعني مش هتلاقيني في مرة طلع في ستوري أقولك حول مرأة وانا بعمل وانا متأكد ده أنا كل ده اللي بقول أنا متأكد أنت ما فيش أي حاجة عشان برضو أوضح وللي سمعنا أو اللي شايفنا أنه ما فيش حاجة في الليريكس بتاعتك بتقول ده خالص بتقول أنك نصيرة المر لكن وانت ليكي صوت حر الناس عندهم للقدرة ولا الجرأة أنهم يعبروا عن ذاتهم يعبروا عن مشاعرهم ويعبروا عن آلمهم وتعاسدهم وأفراحهم وطموحاتهم بزبط أنت قادر تعملي ده وده وعشانك أنت فنانة يعني فالناس لازم نفهم أن ده بقوا وبالذات كمان أن أنت من الفنانين أو اللي هم يعطوهم موسيشن بجد أن أنت تغني تكتبي ليريكس تعرفت عزيفي وساعات يتلحني والله يجوم وده مختلف يعني ده نوع موسيشن والمغني اللي بيغني مهما كان صوته حلو بس هو مجرد أنه بيغني ملوش علاقة بالباقي حاجة تانية حتى في ثقافة اللي هنا برا وفي منطقة تانية اللي بيكتب وبيكتب بحاجة اللي هدعو بحياته وبذاته وبيضلحها في موغزم أغنيك أنت كانت باع لا هو في الراب كله أنا من ساعة ما ابتديت الراب كله أنا قبل كده في الباب طبعا كان بيبقى فيه شاعر ملحن موزع بس من أول ما ابتديت من أول تراك لي الآخر تراك لا أنا اللي بكتب كل حاجة منفعش وده بين الحكة اللي بلقصوتك ده بين قوي في حاجات زي قيود وزي عكسهم ووزان وعلى موازي و سم فيكيالي وعاملتي رونيت مبسوطة مع أيمن بحجة أمر ولاحظت أنه هو عمل حاجة ذكية جدا إنه هو لبما هو سمع كلامك اللي تكتبيه هو ألف كلام ينفع بألسانك أنت لا أنا اللي كاتبه هو كاتب اللي في الأول ماشية وساعتي مش وسو ده واللي جوا كله بتاعتي هو كاتب الكورس إحنا خدنا الكورس لأه كده قلت صوتك أنا أساسا ساعتها كنا لازم نجدد الأغنية كنا لازم نجدد أغنية يعني نيو نوستالجيا وهذا كان الثيم بتاع الكمبين لكن بعدها خدت الأغنية أغنية أساسا اللحن بتاع أغنية مبسوطة متاخد من ناس كتير برا ومع يعني ملدي معروفة ملدي معروفة والكلمات طبعا اللي غنات أتعمل فنانا سيمون فأنا أكيد مش أتقرن بها يعني في ناس كتير تربط على الأغنية دي بالذات من ضمنهم ماما وناس كتير كانوا بيحبوا الأغنية دي ماما بتحب سيمون جدا طبعا فماما اخترت الأغنية كان فيه كزا option وماما اخترت دي فدلوقتي أنا هخلي أغنية دي جديدة ازاي بعدين دخلت سمعت كل الفرجنز بتاعت أغنية مبسوطة اللي هي تومز داينر اسمها بالإنجليش سمعتها بقى بالإنجليش وشعف حد عملها بالأسباني سمعتها بكل الأشكال طبعا أنا دلوقتي ازاي اختلف عن دا وسمعتي بالليريكس بقيتها بالعربي وفهمت دا بيت كان عن ايه ودا بيت كان بعدين قلت انا ازاي اختلف عن دا بعدين قلت مش خلاص لازم اختلف بقى عن كل الألحان اللي اتعاملت بعد الكورس لان بعد الكورس كل حد بيعمل مثلا بفرج لازم اختلف بقى في الحتة دي طبعا ديسكو مصر ساعدوني في دا جدا يعني من ناحية ان هما سهلوا لي البروداكشن الدوني اوبشنز بص انت شوف انت هتروحي فين وحنا معاك تجربتك تجربتك حلوة معهم طبعا مبدع وفي من اكتر الناس اللي انا كنت حب اشتغل معهم واشتغلت معهم فعلا وكانوا سلسين في التعامل وتجربة ممكن سرية بالنسبة لك جدا انت ترفضي يعني او فيه ايمان كده مثلا يعني واحدة زي لينة شاميان هي مختلعة زي المغني الحقيقي او الفنان الحميجوش الحقيقي لازم يكتب من نفس واب يكتب حيات لكن انت بتكتبي بلغ ما عندي كيش مانعة تغني لحد لو عجبتك لا لا ما عنديش مانعة بس ما بتحصلش هي مش مش موضوع ما بتحصلش انا دلوقتي في فترة ان انا ببني اه حاجة لنفسي عشان ناس اه صوت بالزرط فصعب ان حد ييجي فهم دماغي فيها ايه ده همحتاجة قعدة وكلام كتير وقعد احكيله عن حياتي وانفعش تتخيلي انه لو حصل ده حتى هتكون بنت يعني هتكون بنت لها وجدان وصوت وتجربة واخبرة تاعت بنات مانفعش ييجي راجل وفي شعرة كتبوا على ستات كويس قوي لكن اعتقد ان لو في فرصة ديتو هتكون بنت اكتر بتجربتها مانفعية اللي ممكن لو لقيت حاجة هتكون اكتر من كده اكتر من انه يكون ولد انا شايفة ان الكاتب الشاطر الكاتب الشاطر بيعف يتلون بقى ايه حاجة مش فارق هو راجل ولا ست اللي بيعف يكتب بيعف يكتب ايه حاجة مده موحطة في دماغه وهو يدرس الحالة ويبقى يكتب بقى هو يعيش الحالة بس يفهمها ويحس بيها ويخش في المود يعني انا حوار ان انا اكتب يعني هو ايثينك كان اعلان واحد كان براند كده ورد تمام والاعلان ده كان قريدي جايلي مكتوب ما كانش فيه اوبشن ان انا غير كان حاجات بسيطة ان الاعلان ده ورسالة مفيش فيها ما ينفعش اه طبعا هم كانوا برضو نفس الحوار بيدواروا حد بيغني خليجي ومصري وانجليش وكانوا نمين يجيبوا تلات مطربات كل واحد بتغني اه فمش حارفة مين اقترح عليهم ايثينك عيسى واسود ونوفو اقتروا عليهم الماس اه فلما اقول الشركة اه هتغني مصري وهتغني خليجي المفروض يكون ايثينك سعودي اللهجة السعودية واللهجة المصرية وانجليش ف انا مضوع في منطقتك يعني كيف عالمك اه بالضبط فانا رحت عملت التلاتة غنتهم صح والنطق كان صح كان فيه واحدة بتتابع معايا النطق السعودي طبعا زهل كلهجة بس هي عايزها تكون لهجة بمنطقة معينة يعني في منطقة من مناطق السعودية معينة بنطق معين فالكومنتس بقى كلها كانت مكتوبة ايه الناس هم فاكرين ان كل واحدة مطربة تانية يعني الناس هو مكتوب اسم واحد فوق الماس تعريبا الماس ده اسم المركبة اسم الموعة اه الموعة اللي غنت بس مين بقى اللي مغني كل يعني في حد كان كاتب من اللي بيغني الانجليش في حد رد عليه بقى ايه دي هاي هاي لكن اول ما رسمعتك برضو اه اللي ثانية عادت افكر هالده دويت مع حد لانه العربي الانجليزي الانجليزي بالاتقان ده بالاكسينت بالروح اصلي فيه كمان في لغونا فيه اه اللي بيغني بالانجليش ده بقى لازم بيعرف يغني من الحتة بتاعتهم ام انت عندك الحتة دي فده اللي بيخلي صعب لحد يدرك ان انت قادر تعملي ده وتعملي ده وتعملي ده في نفس الوقت هو حت هو هو عشان برضو ارجع اقولك فكرة المكتبة انا كنت بسمع مين برضو والثاني متعود يغني ايه اللهجة او الاكسينت ايه اه ما كنتش بركز في حتة الاكسينت دي انا اكتشفتها بقى بعدين حتة ان انا لازم اعدل الاكسينت اه بتاعتي بعدين لما حد من اجانب سمعني وانا بغني انجليش قال لي we don't care about the accent طلو تمام على فكرة ده حقيقي عارفت مين بي يعني care about the accent مين المصريين والعرب اللي هم مش اصحب اللغة الاصلية عشان النسبة لهم ده يعني اما حد كلاسي او حد مش كلاسي او اللي ده يعني في حتة عنصر في برضو تاني في حتة عنصرية الاجنبي ما يهمونه الاجنبي يهمونه احساس بالزبط صوتك حلو غنيت اغنية باكسنت خليجي مصري بس بتغني انجليش ومفهوم الكلام اللي بتقوله nobody care يا جماعة اغنية صوتك حلو فيها nobody care او اي نازل لما غنوا بالانجليزي كان بيغنوا بالنفس الامريكاني او الانجليزي كان بيغنوا باكسنت بالزبط وعرفك بيطلع احلى طبعا بيطلع فيروح بالزبط انتي بقال بشوف دايما في اغانيك عندك مزج بين انواع مختلفة جدا من الماليديز والإقاعات وكسر كده للحاجات ولف بالاغناء وعالي وواطي بس كله فيه هارموني وجبار هيا دي من الحطة اللي انت كنت تتكلمي عليها من شوية فكت انك عايزة حتى في المزيكة انك تعملي حاجة ما تعملتش قبل كده ده احد تمخاطب هو باين في المزيكة لان فيه بس بردو طبعا انت حتى لو ديت محاطك مين اللي بيعرف يعملك المزيكة دي يعني مين اللي بيلحن لك الاغاني الجبارة دي ويعمل كم الاقاعات والالحان العربي على غربي على بلوز على مين يعني يعني صعب انك انت ديته او مطالبك ولا ولا حد بي لا هو انا بلاحل نفسي بس كبرودوكشن اللي بيعملي برودوكشن يعني البردوكشن بيشتغل معاه ابا سهلهم يعني ابا سهل الدنيا ابا سهل الدنيا ابا واحد اتنين تلاتة ومش هتفهم عودة فهمك عادي سهم مش واحد اتنين تلاتة هي مؤقتة جدا هو جات فترة كنت انا اه انا اللي بعمي كل حاجة القيود والحاجات دي كلها مزيكتها حد يعني ام والمستجربية بزد بس انا كنت بسهلها برضو عليهم انت هتبعت لي مسلا بيت عجبني قيود كان في بيت سمعتو عجبني سجلت بعضتو الالفي كل حاجة مشت فلولس لي ما كانش في حاجة متخطط لها الكيف عملتها بتدخطوا لاير سويها بعد كده بالزد الكيف عملتها كنت في الدور تمام كنت في الجامعة ساعتها كنت في ساكن الجامعي وكان عندي اجازة وكنت قعدة وكتبت الاغنية سجلت الدمو عدت اسمعه تلات اربع شهور اللي هي في الاحتة الاول يعني متصحينيش يما مش عارف اي كده في الاول ففضلت اسمعها اسمعها اقول اغنية جميلة سمعتها للويلي قال لي يلا نعملها سوا قلت له خلاص تمام نعملها سوا بعدين الباقي بقى كتبته يعني قبل ما سجل بتلات ساعت ساعتين يعني كنت مش رايحة عامل حسابي على هغني ايه بعديها كتبته وانا في العربية الطريقة اللي انت بيقونت بيها اغني انت بيها ما تصحينيش برضو فيها حاجة حاجة تراثية وحاجة قديمة وصوت شعبي قديم كان حلوة حلوة حلاوة ودنك خطيرة خطيرة مين الهيروز بتواك في المازيكة في العالم مش الشرط في العالم كله مين مين اللي شفيهم اللي جنز بجد وإنسپايرنج وملهمين لك ومصادر اللي بتزقك وتتحداكي وتفعك له قدامه هو لو انا هتكلم الناس اللي انا بحب اسمعها وبتلهمني يعني نمبر وان بالنسبالي من برا ممكن يكون ديفيد جيلمور وروجر واترز دول مينبرز في بينك فلويد وكيرت كوبين مينبر في نيرفانا وغراندسون دقيبة غراندسون ده حد جديد بسم عمزكته بيعمل فيوجون برضو ما بين الجونرس كتير بس بيغني هب هب على راب على رم بي على روك على مش عارف ايه انا خلط معك حطلع اسمه غراندسون غراندسون ده امريكاني امريكاني بس كندر لامار كندرك طبعا بس مش بيك فان لي عشان أنا ما كنتش هب هب فان من الأول للا اه والتي وضي مش مش شارت الانتقاياتي بالجونر ده وعا وعا تتلوني بحاجات تانية لا هو دايما اي اغنية عملها هيبقى فيها طابع هب 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 بشكله اخر يعني هيبقى فيها طابع هب 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 لو ما كانش كساوند هيبقى كرصة كلام أوكي لو ما كانش كرصة كلام هيبقى كأداء منها زبت الأداء بقى انا فيه انا مش فاكة انا اغاني ليكي انا حتى انا ودني من السرعة بتاعتك يا طبعا المالادي والاقاع جبار انشوتك لما اغاني كده هو مالادي في حد ذاته بس حتى لما باجي اشوفوا على الليريكس على سبوتيفاي كلامها جبار بس سريع قوي قوي وبإقاع خطير يعني لازم روحة يسمعها ويشوفها كتير عشان يقونت بقى يعرفها قوي هو انا في حتة الكتابة دي دايما كنت بحب سيب دماغ المستمع او اللي يقرأ الليريكس توديه في الحتة اللي هو عايزها يعني فيه ممكن تفهم الكلمة دي بكزا على حسب المول اللي انت فيه فانا ازاي كتب حاجة تبقى فيها كزا مينين وممكن كزا حد يفهمها بكزا طريقة مفيش مفيش مفهوم واحد للجملة دي ممكن تقراها في الحاجات سيباها سيباها هي يعني أو محاية بس ممكن تخدها زي ما انت عايز بقى حسب ثقافتك فين وحسب انت كاميل بالزبط حتى لما حد بيجي سألني عن بتاع الأغاني يعني مفروض اشرحي لي مفروض متعمليش كده على حالة ما بشرحش لو انت انت شايف اللي غنيا بتتكلم عن ايه عن الماشي معك حق بتعرفة المجيب محفوظ الكاتب العظيم ايوه طبعا كان اي وقت حد يقول له روايتك عن ايه او بتحاول تقول ايه عمرو ما شاء قالك تقرى رواية واللي انت خدته منها يبقى هي رواية عن كده وهو هي وصلتك كده حيث انه محدش يحدد خيال بالزبط الفن هو ده الدعوة للخيال فمش تازل محكومه وهو مقفول على معنى واحد هو كل حاجة في الحياة ليها رولز الا الفن انا شافة ان الفن اكتر حاجة فلكسبل الواحد ممكن يعنفه اللي هو عايزه مادم هو الفيلين اللي عنده ده بيور فخلي المستمع او اللي هيقرى الكلام يحسب اللي هو عايزه يعني اديهم يعني الفري تيكت تو اماجن اماجن جو اماجن عيشوا المود ده بصدك وماشي ممكن اساسا معنى الاغنية بالنسبة لي انا كارتست انا حزينة جدا وانا بكتبها بس هو وصله ان هو ريلاكس خلاص انا مبسوطة ان انت ريلاكس دي حاجة حلوة بكفرديش تعمل اي دواتس مع اي حد في وصل يعني هو في فصدا انت عندك الانجليزي حتى انت عندك الانجليزي حتى انت عندك اغني العربي وتغني انت انجليزي اه انت عندك مساحة اوسع من اي حد في مشاريع كده هو حتة الفيتشورز معايا انا انا دايما بكي في الحوار ده مش عشان حاجة انا بحترم فان اي حد بيعمل اي حاجة ما عنديش مشكلة وممكن انا مع اي حد بيعمل اي حاجة في اي جنرة في مصر وبورا مصر انا عرف ان انا عندي الابلاتي دي ولكن ما يغنيش معايا مش حوار كده مش حوار ما يغنيش معايا انا لو انت مش هتضيف لي حاجة لي انا مش هتكلم ككلاوت ولا كشهرة ولا هتكلم بالفيو مش هتضيف لي حاجة كفن ولو انا مش معجبة باللي انت بتعمله ممكن ابقى معجبة بيك بس اسمعك بس ممكن ابقى معجبة بيك كارتست بس مش عايزة نبقى صحاب عايز اسمعك بس عايزة اسمعك من بعيد انا ممكن ابقى كده ممكن أبقى معجبة جدا باللي أنا شايفاه بس مش عايزة أبقى عادي عايزة أبقى بعيد أما فكرة أن أنا أبلند أنا عارف أن أنا عارفة أبلند مع أحد بس شايفة أن مش عايزة أحرق نفسي مش عايزة أحرق نفسي بالعكس أن عايزة أوصل لليفل أنت تبقى عايزة تبلند معايا أي أن كان وغالبا أنت قدامك عندك كتير وغاكي كتير لازل عايزة أبطلعي على أن أنت تفكري في حاجة زاكي دا في طفان وغاكي لازم يطلع الأول كله عملت حفلات قد في مصر وفين هو عملت في الرب من ساعة ما بتدت مش كتير على فكرة ما عملتش حفلات كتير عملت تقريبا تقدر تقول أربع حفلات من ساعة ما بتدت بحكم أن أنا برضو برجع للإمارات كتير فمعظم الحفلات بب أنا مش أفالي بالأساسا في مصر لكن في الإمارات عملت برضو حاجات لي علاقة بالرب عملت برضو شوية حلوين أنا حاليا مش مركزة على حوار الحفلات بيتعرض علي حفلات كتير مركزة في حوار أن أنا أعمل فن أصلاً لازم لازم يبقى لي آديونس ثابت مش آديونس جايين عشان في فنان معروف جداً دلوقتي هيغني وفي حد شخص قبله طبعاً شرف لاي أغني مع أي حد أنا على راسي الميجا أرتست لاي يطلع معايا طلعت معا ويجز حفلة معا ويجز وعفرت كنت مبسوطة جداً عشان ده هيعرف الجمهور علي صح صح لكن خلاص أنا دلوقتي في لفل كان الجمهور كبير آه طبعاً كان I think 40 ألف بني آدم كان في الماسا في العاصمة آه آه كان في المنورة ده طبعاً دي حفلة تفيدني صح بس في حفلات هيبقى فيها less audience تمام وأنا دلوقتي عندي سي في يعني عندي سي في شواء عندي آه أغاني أوردي نزلتها كتير فأنا هبقى حبقة أشتغل على حتة لازم يبقى مع معي أغاني الناس تبقى حفظها مية في المية أنا مش عايزة روح أغني بغني أنا الأغاني كده مع نفسي ما نأ لو لو الموضوع حفلات هطلع كل يوم حفلة هطلع بفعلاً هطلع كل يوم حفلة بال بال بالأغاني الخليجي اللي أوردي الناس كلها حفظها لو الموضوع حفلات موضوع انتشار هنتشر بالحاجة اللي أنا كنت معروفة فيها في يوم الأيام. بس أنا مش عايزة ده. أنا عايزة انتشر مش بالحاجة اللي أنا تعرفت بها. عايزة الناس تشوفني كالأرتست ألماس. مش مهم هي بتغني إيه. بالزبط. وعملتي حفلات في الإمارات بال أيوة عملت آخر حفلة كانت يعني تقريبا عند عليها كم شهر كده كم شهر كده. تقريبا هنخوش في سنة. عملتها في نوفمبر اللي فات. كانت مهرجان كده في بوظبي. وكانوا جايبيني أنا كراب أورتست فيه. وكانت حفلة لذيذة يعني. ولو سيبنا من من مصر والإمارات بتروحي تغني فين تاني لو لو حفلاتت انت عملك لحد دلوقتي. عليك جمهور فين تاني أنا عندي في السعودية كتير عندي في الخليج. لأ مش حوارة روح له. لما كنت بغني خليجي أو كنت بروح. لا لا بكلم خلاص بقى بعد الخليج. لأ لسه الحد دلوقتي في في عروض بتجيلي وبتاع بس ما ما بيبقاش بتاعي مية في المية عشان عندي حاجات تانية أنا عايزة ركز عليها. إن أنا أعمل حفلات طبعا أي حفلة هتجيلي هتبقى مناسبة هطلاعها بس مش عايزة أحرقه خلاص. هو لا بس. والكايرو جاز رو عبدالجمهور والعيل بس تجربة أنا كنت لازم أخش دي. رحت قلت الماما أنا ماليش في كل الرابرس اللي في مصر غنوا في كايرو جاز. أنا عايزة خش مش أشوف إيه العالم ده. لأن أنا ما كنش عندي أبش إن أنا أخش آآ كلوب أو بتاع. صح. دائما الحفلات عامة. مهم. فلو أنا أنا مش أخش الكلاب ده لو أنا بني آدم عادي ماما مش تخلينا روح. صح. عشان برضو فيه التزامات وعادات وتقليد. وش. فأنا ممكن لو رحت أغني هشوف فيه إيه جوه. فأنا أخش المكان ده. أنا تحيالت على منطق فروحتي غنيت عشان شو يبدأت مع الماما برضو. وغنيت وكان فيه ناس وكلهم لازيزين وعلى فكرة اليوم ده. أنا بتعرف ده وليكنت مسافر وقتها قد زعلان جدا كنت نفسي حضر لك حفلة. آآ 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 فأنا فاكر. مع إن كايرو جاز جم كلموني كذا مرة. آآ بس برضو ما كانش يعني ما كانش يعني الديل ما كانش مناسب. بس أول ما يهه تديت موما قناعتها يعني رحت وفهمت ماما ليه ما كانش عايزان أروح. يعني فهمت الكلتشر اللي ماما مش عايزان يدخلها. عشان أنا ما كانش عندي فكرة إن أنا أروح أماكن صهر. ده مش مش أنا. كانت. ولا قد رفهم ده كذا. آآ لما روحت هناك فهمت ماما ليه كانت. يا بنتي مش هيأجبك. صدقيني مش هتتبسطي. صدقيني هتترازي يعني هتحس إن انت مش قادرة تاخدي راحتك. بس ما أخد. أنا أنا بروح كانت جاز من أول آآ من كانت في العجوزة بس فأنا هو رغم أنه هو آآ هو بار أو آآ أو آآ نايكلاب أو آآ لكن فعلا الجمهور اللي بي اللي بيجي ألمس في وقت الـ الـ هو جمهور مستمع آآ حقيقي وحافظ آآ لقيت كده فعلا. جدا ومركزين جدا و بيج بيج يوش فانز. يعني مش جايين آآ أنا عارف إن فكرة البار أو فكرة الكبارية أو فكرة أي حاجة ما نقش له كده. آآ إنه آآ ناس آآ في عالم آآ بزرط. بس في حاجة لعب تلعب قدامه. آآ لأ أنا مش. الكالتشر بتاع الكالوجاز آآ جزء من تركيبته هو آآ إنه آآ عنده حتة بمنفذ بيغني فيه آآ الناس اللي بتوع الأندر براوند واللي بيغنوا بيعملوا أغاني مختلفة وجريئة وآآ ما هو ده اللي حمسني. هو ده اللي حمسني لما لقيت إن في ناس كتير بتغني فيه سواء كانوا مشاهير قوي ولا في الراب ولا لقيت فيه ناس كتير بتفورم هناك يعني بيروحوا يلعبوا حاجتهم هناك. فأنا قلت عايز أخش أشوف هناك فيه. لكن الأجواء نفسها لها أنا منتلي مش مستعدة لده بالذات إن اللي بيبقى مثلا في كايرو جاز مش اللي مسلا هيبقى في المنارة. اللي هيبقى في المنارة هيبقى أربعين ألف شخص فأنا مش هشوف حد. يعني مش هتوقع مش هتوقع على على حد بيبصلي. دايركت. هو ده. هو ده. لما بتغني على ستيج وبقى فيه ربعين ألف واحد. انت لما لما بتبصي على على ناحة الجمهور. انت تقي شايفة إضاءة بس والتي تقي شايفة وشوش. لا ما ما بقاش شايفة وشوش. ما تقدريش تشوفه وشوش. ما ما. أيوة عشان الإضاءة. ما تقصد كده. آه. ففكرة لما روحت لقيت. شايفة خمسين عين بأولمية عين ببصلك. بالضبط. فالأول ما روحت. وعلى نفس اللافة البتاقي. آه. 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 فأنا ما كنتش بعدين فهمت ماما أصدقى إيه. أنا من النوع اللي لما حد بيبصلي ببصله. فعلا وش هغني. آه. آه. أوكي. أو مسلا هنقعد اللي هو. آه. فهنقعد نتبادل نظرات فأنا مش هغني. هخاف. هفضل أقول طب أنا لو. عارف اللي هو طب أنا لو غلطت الناس هتتحك. لو غلطت في نسيت الكلمات. آه. آه. حصلني موقف في بنت بنوتة كانت قاعدة قدامي وقفة قدامي بالزبط عاملة كده وبتبصلي لا بتسامة ولا مكشر ولا بتغني بتبصلي كده قلت أكبر مخاوف حياتي وقفة قدامي دلوقتي رعبتني أنا مش عارفة أنت عايزة إيه وممكن أنت تتحكي لو حصل نتكلم بيها مثلا وتكتشف أن هي مركزة جدا 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 بس دا شكلها بس إحنا دايما بنتخيل مخاوفنا بتتجسد قدامنا بساطة عن فتجربة أرض جديدة ما نعرفهاش وغريبة من نسبالنا لقيت ناس تعرفك في المجموعة من اللي بيتفرجوا أو بحضرين الحفلة عارفينك وعارفينك أيوا 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 كلهم كانوا بصراحة جايل لي مخصوص اليوم دا واتبسطت هو كان يوم لذيذ واتبسطت وكل اللي كانوا موجودين بصراحة كانوا بيشجعوا بيشجعوا الواحد إن هو أنا ما استوعبتش عدد الناس اللي بتسمعني في الحفلات الكبيرة على قد ما استوعبتها في حفلة فيها أدري أشوفوا الشام ليه لأن في مجال أنا عجباني الأغنية دي غنينة دي بحبها غنينة مش عافقيني أنا أحفظها بس بردو كان بالنسبالي أنا هقدر أشوف الرياكشن بتاعك وأنت مثلا قلت حاجة أنا غنيت حاجة مثلا مش عاجب حد مع أن كله جاي مبسوط بس أنا أكيد دماغك هتروح بعيد لأن أنا أدري أشوف الرياكشن لما بتنزلي أنا عرفت من من والدتك وإحنا قبل ما نخش أنك محضرة مجموعة كبيرة من الأعمال نزلي بيها أنت لما بتعملي إصدارات جديدة أو بالناس بتعرف يعني بتنزليها إزاي أو بتوصل للناس إزاي بتعملوا إيه أنتو كأنتي ومامه بتعملوا إيه عشان عشان إحنا توصل لنا للغنية والله ما عارفة يعني أنا ما بحسبهاش كده ماما هي اللي بتحسبها يعني ماما سعيبالي حتة الفنيات يا ماما من فضلك ماما جامد لكن ما فيش خطة ريليس معينة لا لا في خطة ريليس بس الحاجة اللي أنا بعملها ما لهاش مكان تتمسك منه أساساً لأن أنا مثلاً في أنا أنا متابعك جداً وبحبك جداً جداً وهيوش فان ليكي بس سلسف وجئت ولا بحضر الحلقة دي إن فيه أغاني ما عرفهاش نزلت أنا ما عرفهاش طيب إزاي ما عرفهاش بقى أنا مش الشعير أصدق حتة الديجيطال يعني أه الديجيطالي بالزبط والسوشيل ميديا أه المارك الريتش بيوصل توصلي بغناتك للطبق للفرشة الأولى على الناس دي إزاي تعملوا إيه الموضوع دلوقتي بالنسبة لأي أرتست بالزاد بيقدم فن حقيقي صعب إن هو يريتش لناس لأن كل الحاجات اللي بتطلع ترند دي ما نفعش تطلع ترند بس الناس ما بقيتش مش عرفهاش روحها في زاي انت فهمني هو أسس وأهية حاجات هي اللي بتعملوا أكبر ترند بالزبط لأنه للأسف الناس بتمشي وراء وراء كابشنز والفتا ومصيرة للتساؤل وهو العالم السوشيل ميديا بطبيعته لازم تحول إلى العالم نميمة في الآخر الناس بتدور على أي خبر غير عادي أو حاجة حاجة غريبة حاجة شزة حاجة فضيحة ف ده اللي بيعمل أكثر المشاهدات وبرضو في حتة مزيكة بالذات الحاجات اللي بتترند في المزيكة الناس بقى مش أي حد هتعجبه مزيكة ألماس مش إن ألماس وحشة تمام؟ علشان أنا متعود أسمع حاجات من ستريم معينة بشكل معين بطريقة كتابة معينة فأنا تعودت على الميجا ستارز فأنا لو هسمع حدا أسمع حد بيغني زي فناني المفضل أي أن كان هو مين فلما تيجي حد يجي حد جديد بيقدم شكل جديد لون جديد أي أن كان نوعه إيه مش هتلاقي حد عنده حتة التقبل اللي هو أنا آه أنا متقبل أسمع الفنانة دي غير لو اكتشفوني بالصدفة وده بيبقى عن طريق للديجيتل أظهر لهم إزاي دي دي بقى بتبقى خطط ماركتينج بيبقى مترتب لها من التيم بس هو أي حد بيقدم فن مختلف آخر في بلد بتحب المألوف وشبه العرفية آه هتكبر وهت هتاخده أطول بس بالزبط هي هتنمو بالراحة بس نفيش بأحدود هي هتنمو حد فيها هي ماما كانت قالتلي آه ومش ماما بس يعني كزا حد بس أولا كانت ماما اللي هو ماشي أنت عايزة توصالي باللي أنت بتعمليه بس لازم تقربي لما يحبه المستمعون شوفي إنما الناس بتحب إيه أنت عايزة تعمليه سهل عليك أسوأ حاجة في الدنيا لأ بس أنا قرب له بطريقتي 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 قربي له بطريقتك فإما يبقى جديد يبقى جديد عليهم بس في نفس الوقت مألوف جديد بس فيه فيه حاجة من حباء أو بقى الزوء العام رايح فين لأنه في الآخر ده تلان ساتر فيه بزد آآ فآآ فطبيعي أنت هتجيب حاجة من بره لازم تحط عليه حاجات تخليها مألوفة عشان الناس تشتريها أي حاجة أي سلعة وأنه كذلك الفن برضو لو جبت حاجة من بره برضو لازم وده كويس إنه لأنه فيه فنانين آآ بيعملوا حاجة خاصة لو ما نجحوش قوي هيبدال يقول لك أنا سل إنتاجي بتاعتي وأنا بعملش غير ده والناس ما بتفهمش وزقهم واهش لأ هو فيه فيه زي ما انت قلت فيه مساحة في النص أقدر أعمل بقى الايدنتي بتاعتي بس بقدم منتج قريب من ناس قريب من زوق الناس لأنه بقدم في الآخر فن الناس مش لايق يعني لو فضل محابيس آآ 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 بكتب آآ سيناريو أو ناس حابيلي بقلوه يبقى أنا موصلتش بزرع ولابد إن الفنان يكون أآ آآ محتاج فلي ديشن من الجمهور طبعا أي حد يقول لك غير كده يقول لأصلا ما فن الفن ده أوان طعا لا ده لازم لازم الجمهور هو السبب لأي حد في الفن بيعمل أي حاجة لو ما فيش جمهور يبقا نحنا ما نقدمش حاجة بقى فعلا يعني احنا بنقدمه المين بنقدمه للناس ماشي ازاي اخلي الناس تحب اللي انا بعمله ده دي بقى شطارتي انا او شطارت الارتست انا اوصل لكو اللي انا عايزة اوصل لكو بطريقة تعجبكو برضو ايه الاغاني اللي لازالك قريبة لو قريب وانتي مسلا قلنا اساميها حيث نحن نستنى عمدي ترايك قريب هينزل مع اماديو هو ترايك اسمه خربانين هيبقى هيبقى راب اول مرة اعمل النوع ده من الراب برضو حاجة جديدة علي انا هو هتعمل قبل كده طبعا بس اول مرة انا خشي الاكسبيرينس دي اه اه و هو بصراحة اماديو عامل شغل عالمي بصراحة اماديو ده اه مصري اه بس هو كان بوب هو نفسي بتاعتي هو كان بوب بيشتغل مع اكبر اسامي موجودة في الفيل بميجا ستارس بقى اه وحب يعمل لون لنفسه هو ويتعرف في المزيك اللي هو بيعملها وعمل اغنية اسمها عمل اغنية ريميكس المطربة قديمة اسمها خدرة خدرة محمد خدرة محمد خدرة طبعا اه عمل لها الريميكس اغنية يا بلدي اه صح اسمها بلدي اه هو عمل لها اله ده وهي جو هي ونت فيرل بالاغنية دي وبعد اه فتكلمت معاه اه ودلوقتي احنا شغالين على بروجيكتز كتير وفي كزا حد برضو شغالة معهم فترة الجاية بس خلهم فجأة اه عندك برضو انتي الماس ويعني حدثين مهمين وخطيرين جدا جدا مع سبوتيفاي لما هما تشوزيو في حاجة بتاعة ايكو الارابيا اللي تبقيه سافيرك البرنامج وهو كان بيدعم فكرة الفيميل ارتست ايو ايو اعتقد كمان انتي تتلقى لك حاصل حاجة خرافية انه حطوا صورتك في اه يعني في تايم سكوير تايم سكوير صورتك دي كتغربة اه رائعة ايه دي علاقة انا اه طبعا تكلموني ساعتها ايكو ال اه سبوتيفاي وقالوا لي يعني اللي هي ان انا هابقى سفيرا من سفيرات ايكو ال وكلموني عن الكونسيبت كله بتاع الحملة دي اعتقدوا مبسوطة ويلا بينا بعدين كلموني قالوا لي انتي صورتك هتبقى تنزل على تايم سكويرز قلتلها مايجي ساعتها بقى وكنتش مستوعبة ان هي فعلا هتنزل هتنزل ازاي هو ناس معدودة في الحياة كلها اللي تلقوا في تايم سكويرز بالزبط فانا طبعا كان كانت حاجة من اكتر الحاجات اللي خلتني احس ان انا انا اقدر كده انا اقدر اعمل اها حاجة يعني بما ان انا قدرت اوصل للتايم سكويرز وانا في البيت هو وصورتي هناك من سبوتيفاي اختارك تمثلي صوت بالزبط الفيميل ده اجان لان هو دي الطاقة اللي انا بحكي لك باينة في اغانيك وباينة في الليركس وباينة في صوتك وباينة في الطاقة اللي حواليكي بعدين عملتي معهم كمان بعديها من وضرة صوتك صوتك دي قبليها قبليها كانت بيدعموا برضو اليونج تالينتس الومن وكانت يعني اللي كانت اللي هي اللي زي ما مش شعفة كان الام الروحية يعني بتاعت الكمبين كلها كانت فنانة لطيفة وطبعا عادت مع الفنانة لطيفة وكانت لطيفة جدا بصراحة والتجربة كلها كانت تجربة لذيذة هي اول ما سمعت صوتي قالتلي تعالي عادي جنبي ومش عارفة ايه وقعدت تقولي صوتك حلو في يوم الايام حتبقي شي كبير ويعني قعدت اه شهادة كبيرة اول اه طبعا شهادة كبيرة انا مش مستوعبة اساسا كنت قادة معايها مبسوطة جدا اه لما خلصت ومشيت اه بتديت بقى استوعب اكتر هي فعلا حباني لان هي طقل يعني طلبت ان هي تعود معايا وفي الانترفيو بتاعها طلبت ان انا احضر الانترفيو ده انت كمان عملتي مجموعة من الانتر القوية البرانز كبيرة جدا انت عملتي اه وي وعملتي اديدس وعملتي مركة بتاعت جوليري ما بتجيبش غير الميجا ستارز ايوه مسيكة جوليري اه اه عملت وي وي عملته في اول كنت عملة غنيتين تراتة راب بس وفجعت ان اكلموني ساعتها وقالوا لي ان عايزينك في اعلان اه حاصل شوية تأخرات المفروض كتبه مع ارتست تاني بس لما بعدها فترة قالوا لا احنا عايزينك انت لوحدك الاعلان كله ليكي يعني مش هبقى مع ارتست تاني يبقى لوحدي وطبعا اي تينك ان انا كت اول في ميل ارتست تعمل اعلان لوحدها مش وسط ناس كتير او كده فدي كانت لزيزة جدا وبعدها عملت اه اه اديدس اديدس دي من قريب مش من زمان اللي انا عرف كمان ان الاتنين اه منطق توقع توقعها ايوة توقعت ايوة وحصلوا هي مش هي مش تنبعت على قد ما هي عارفة ان انا ان هي تدعمني وان هي ان انا عندي المقاومات اللي توصلني لها مش حاجة بتحصل بالتنبؤ كده وخلاص هي عارفة ان انا ان اه طبعا هندعي يا رب لكن اه بالشغل وان ان انت فعلا فعلا تبقى قلبك على الحاجة اللي انت بتعملها فعشان كده ماما اللي هو اشتغليه اكيد هتعمل هتشوفي كملي وهتوصلي فهي تنبقتلي بأكسبو وتنبقتلي بأديدس ووي وميسيكا جوليري دي جاتلي برده من رمضان اللي فات اللي قبله كانت كمبين لذيذة كانت كمبين بتكلم على الومن الميدل ايست وكده برده وبصراحة كانت اكسبيريينس لذيذة جدا لي وقعدنا نتكلم على برده الاكسبيريينس بتاعت الومن في الميدل ايست ومش عارف ايه كانت كمبين كلها عن الستات وده كمان اللي بيخلي بعض المركات اللي هم عندهم فيجين حتى لو الفنان ده مش وصل لم يصل بعد لكن صوته والبراند بتاعه مرتبط جدا بفكرة بذلك بذلك او تطور او الصوت بتاعها ده بيؤكد ان انتي كل حاجة فيك عن صوت انثى قوية واسخة من نفسها بتفسح مجال نفسها وعندي يقين ان خطة الامة واضح ان هي خطة جيدة جدا جدا واتمنلك نجاح انا شايفه كمان انه جاي وجاي قريب وجاي كبير شكرك جدا جدا يعني انا مبسوطة جدا ان انا جيت هنا وقابلتك وكان يوم بصراحة لزيز والوقت عدة بسرعة وانا بيبنانا من اشد المعاجبين فانا ما بيكفر ما هيوش فان كلمة تقليدية بس هي حقيقية فانا كفان وبسوط ان انا عدت معاك جدا وبشكرك على وقتك وانا بشكرك جدا على صدفتي على حضوركم منالك كل نجاح وكل توفيق في كل حاجات يعملية بعد كده مرسي اشتركوا في القناة